مساء الخير يا جماعة? عاملين ايه? اتمنى ارابة تكونوا بخير. معكم الاخ بي شوي. على قناة العيد. آآ هنشرح آآ بازن الله على القناة كورس ريتيوب. آآ هقول لكم على مكونات الكورس وايه اللي هتقدر تسفادوا من الكورس دوا. الكورس طبعا بالمجان مية في المية. آآ بازن الله آآ اول حلقة هنبدأ فيها النهاردة. اول حلقة هنتكلم عن ازاي ننشئ ايميل لفتح قناة اليوتيوب. وعلشان دلوقتي افتح قناة اليوتيوب وفيما بعد ما القناة تكبر ما تتسرقش اعمل ايه? في شوية التكات بسيطة جدا آآ ما بناخدش بالنا منها لما بيجي نفتح حساب من اولو جديد او نعمل جيميل من اولو جديد. التكات دي يعني هي اللي بتفرق فيما بعد في آآ آآ يعني نشر القناة بالنسبة للخوارزميات بتاعت اليوتيوب. وفيه طبعا تأمين القناة. لان في جزء جانب تأميني على الخوارزميات انت ما شغلتهوش. تمام? بازن الله هنتكلم ازاي نفتح حساب. بعد كده في حلقات تانية هنتكلم ازاي نفتح قناة زي نأسس قناة. آآ ازاي هنرفع فيديو. ازاي نعرف رابط القناة بتاعنا. ازاي نعرف مشتركينا وعدد ساعاتنا. آآ هنعرف كل حاجة بازن الله بالتفصيل في حلقات منفصلة. تمام? آآ بازن الله اول حاجة نهاردة محتاجين نعملها علشان نفتح قناة اليوتيوب هي ان احنا نفتح جيميل او ايميل جديد. هنفتح متصفح بتاعنا. نكتب في جوجل جيميل. نكتب في جوجل جيميل. على طول اجي هنا على على موقع جيميل. تمام? اللي هو تابع لجوجل. اول مفتح موقع فيه تلات خيارات قدامي تسجيل الدخول للعمل انشاء حساب. هنفص على طول انشاء حساب. تمام? آآ هتجلنا الصفحة دي. الصفحة دي تعتبر اهم صفحة اللي هي بتبني الاساس البسيط للحساب. ازاي? آآ هنا هتبتدي تحدد اسمك. اسم الحساب غير اسم القناة. لان لسه احنا هنعمل الحساب الاول بعد جدا ننشئ القناة على الحساب ده. تمام? فاسم الحساب غير اسم القناة. ده آآ حاجة مبدئية. اسم الحساب آآ واللي يكن مسلا آآ انا هسميه. آآ اسم اللي انا محتاجه. تمام? تمام? دلوقتي كتبت الاسم اللي انا محتاجه. اول على طول مما كتبت الاسم اللي انا محتاجه ظهر لي بريد الكتروني المقترح. ظهر لي البريد الكتروني المقترح. طب انا الاول هاجرب. اجرب البريد الكتروني بالاسم بتاعي او هكتب البريد الكتروني اللي انا محتاجه. هشوف هشوف هيردى قبله ولا لا? هشوف هو موجود ولا لا? تمام? دي اول حاجة. تاني حاجة زي ما انتم شافين كده. جوجل اه اول ما دغطت على كلمة مرور في حاجة اه او خوارزم معين او كود معين بيزهر لك قناة اه كلمة سر متأسف كلمة سر مقترحة. كلمة سر مقترحة. كلمة سر امنة. كلمة سر اه يعني استحال استحالة اي كمبيوتر او اي او يكتشف كلمة سر دي. فطبعا انا مش اقول له لا طبعا اختار كلمة سر دي. تمام? وكل بساطة ادوس التالي. ادوس التالي واتلع اه اللي انا اقترحت على جوجل اه موجود ومتوفر. تاني خطوة هي برضو خطوة اه في غاية الاهمية من حيث امان الحساب. ركز معي في الخطوة دي جدا جدا. الخطوة دي لا تقل اهمية عن فتح الحساب. لا تقل اهمية عن اساس قناة اليوتيوب. لا تقل اهمية عن اي حاجة. لان دي فيما بعد الاساس لاسترداد قناة اليوتيوب لو انت فقدتها ونسيت حتى كلمة سر بتاعتها. تمام? زي ما شايفين نفيزة هنا بيقول لنا رقم الهاتف او عنوان بليد دكتروني. وطبعا تاريخ الميلاد والنوع. تمام? اول حاجة رقم التلفون بيفرق فيه. بدلوقتي انا اه شخص اعملت حساب جوجل. وحساب داوا متسجل فيه رقم تلفوني. تمام? ولا يكن ان احنا متفكين على كده انه متسجل فيه رقم تلفوني. اه نسيت دلوقتي كلمة سر. دلوقتي قدامي خيارين او تلات خيارات. اول ما دوس نسيت كلمة سر اول حاجة هيقول لي داخل رقم تلفونك. دخلت رقم تلفوني. بعثت لي كود على رقم تلفوني. دخلت الكود ده وانصحت على الكمبيوتر. او متصفح. تمام? على طول بيبتدي اعين كلمة سر جديدة من اول وجديد. تمام? يبدأين اول اهمية لك الى رقم التلفون. اه تاني خطوة. هيقول لك تبدخل علمانة بريد الالكتروني لاسترداد الحساب. انت دلوقتي مش مسجل رقم تلفوني. بس دخلت بريد الالكتروني عشان تتسرد بيه الحساب. تمام? تمام. البريد الالكتروني دوا لو انت مش مسجل رقم تلفوني هيبتدي يبعث لك عليه الكود? وانت تدخل الكود على المنتصفح. علشان انت عفت تسترد حسابك. يبقى كده دول يعتبر اهم خطوتين ومخصصين ان انت تسترد حسابك او اللي كلمة سر او اي تحقق من جوجل المطريقة سعر. بتبتدي هنا اتحدد دولتك. تمام? واتدخل الرقم السر. ويرى اتدخل البريد الالكتروني. وبعد كده بتدخل هنا التاريخ. بتدخل هنا التاريخ. وليكن انا بدخل اي تاريخ يعني. تمام? وبعد كده بدخل النوع. وكمان جوجل ضيف لك ميزة بيقول لك لماذا نطلب هذه المعلومات? لو انت برضو عندك آآ يعني بتسأل ايش معنى يعني انت محتاج المعلومات دايما بس طبعا احنا وضحنا كل معلومة من دول مطلوبة لي. كل معلومة من دول مطلوبة لي. برضو بيجي يطلب منك تاريخ الميلاد لو انت مش كاتب اي حاجة من دول. بيكتب منك تاريخ الميلاد بس بيستنى. بيخليك تستنى حوالي يومين عمل. تمام? عشان يتأكدوا برضو ان ان انت صاحب الحساب. تمام? نخش بعد كده على الخطوة اللي بعديها. نبتدي دين الشروط بنبتدي ننزل تحت خالص. احد اما نخلص الشروط بعد كده ندوس ووافق. دوسنا كده ووافق. آآ باذن الله هي خطوات بسيطة جدا جدا. سهلة جدا جدا. آآ مش محتاجة بس زي ما قلنا على قد ما هي سهلة. على قد ما هي مهمة جدا جدا جدا. ومن غيرها آآ ممكن لقدرة لو انت ما بتبنيش اساس صح. ما بتبنيش اساس صح. تمام? فزي ما احنا شايفين كده. الحساب بتاع الجيميل اتفتح. الحساب بتاع الجيميل اتفتح. طيب دلوقتي خلصنا مرحلة اتفتح الحساب. فين مرحلة اللي انت قلت عليها اللي هي نأمل حسابنا بيها. اللي هي هنأمن حسابنا بيها. اقول لك استنى كده عليها. هننتقل دلوقتي. هنيجي هنا اندوس على حرف الاي ده. تمام? وهندوس ادارة حسابك على جوجل. ادارة اهو. على حرف الاي? وادارة حسابك على جوجل. ات عندك ممكن يبقى حرف البي حسب الاول حرف من البريد الكتروني بتاعك. تمام? او حسب الصورة انت عطيتها. وندوس ادارة حسابك على جوجل. تمام? يفتح لنا الصفحة بالشكل ده. صفحة التحكم في حسابك. اللي هي بتاعتك يعتبر. تمام? هنا دين صفحة نفسه اللي بيجي لك عليه اي رسائل بتوصل لك هنا. تمام? اهم صفحة احنا محتاجينها النهاردة وفي الحلقات الجاية كمان. تمام? آآ اول خيار الخصوصية والتخصيص على العصور على مشاكل متعلقة بالامان مساعة التخزين الحساب استعانا بقى دول. احنا كل محتاجينه من ده. اول الخطوة نعملها. ندوس على كلمة الاitable. ندوس على كلمة الامان. هلاquin اول حاجة الا الله المشاكل في الامان. تأمين الحساب. ندوس على طول تأمين الحساب. تمام? هيبتدي يظهر لنا آآ تسجيل الدخول الاسترداد الحساب على جهزة إلى جهزة الامنية. هندس تسجيل الدخول الاسترداد لحساب. هنضيف. طيب همش تغرفيه رقم تلفون هنضيف رقم عشان اعرف اامن حسابي. عشان اعرف اامن حسابي. في حاجة اسمها التحقق بخطوطين. التحقق بخطوطين. زي ما احنا شايفين هنا بيزهر لنا الاجهزة. لو احنا لو انا مسلا في جهاز جديد. انا مسجلتش عليه الدخول. وليكن انا مسجل على الكمبيوتر بس. لقيت جهاز اندرويد. جهاز آآ قبل. تمام? ابتدي على طول اخش على الاجهزة. ادارة الاجهزة. وادوس على طول حذف. ادوس على طول حذف. قلم تتعرف على الاجهزة. وادوس على طول اول ما ادوس عليها. اتجيب لي كل الاجهزة وجنبها كلمة حذف. احذف على طول الجهاز دون وغير كلمة سر فورا. غير كلمة سر فورا. تمام? عندي انا تسجيل دخول ولا جوجل? اول حاجة كلمة المرور. انا عاجة استهدام هاتفك لتسجيل الدخول. الميزة اللي فيه ان هو مقدم لك آآ تلات خيارات بس من اقوى تلات الخيارات لتعمين حسابك. من اقوى تلات خيارات لتعمين حسابك. اول حاجة كيف تصير ده معروفة في اي حاجة. تاني حاجة استهدام هاتفك للسجيل الدخول. عرفني اكتر. بالوقتي انا مسلا دست عليها. تمام? وضفت مسلا تليفون لي كتليفون اساسي. تليفون لي كتليفون اساسي. تمام? آآ مسلا وليكن عايز ازجل في جهاز كمبيوتر تاني. جيت فتحت عايزك الدخول. قال لي طب استنى هابعت اشعار لتليفون الاساسي اللي عليه الحساب. تمام? علشان ايه? او ابعت للاجهزة كلها اللي عليها الحساب علشان ايه? يديني موافقة. او رفض لتسجيل الدخول ده. تمام? على طول في تليفونك او اي جهاز انت مسجل عليه الدخول بالبريد الالكتروني ده. او الجيميل ده على طول فورا هتلاقيه آآ بعت لك اشعار بيقول لك الدسجيل الدخول ده وانتليك دعوة به ولا لأ تعرفه ولا لأ. بس كده. تمام? طبع عشان تفعالها تعمل ايه? هدس اعداده. تمام? هتبتدي للاقاء و تسجل الدخول. بعد ما تسجل الدخول تبتدي آآ بعد ما تسجل الدخول زي ما قلنا ودخل كلمة سر هتبتدي تعمل آآ بتاعك تعينه. تمام? دي ان تاني خطوة. تبتالت خطوة واللي هي برضو لاتك كله اهمية عنهم كلهم وهي التحقق بخطوة تاين. التحقق بخطوة تاين. دي اضافة آآ طبقة. آآ زيادة يعني حماية. تمام? عندنا الخطوة الاولة. هنسجل الاول. هنسجل الدخول الاول اللي حسابنا. تمام? طبعا هو هنا بيطلب رقم تليفون. هنا بيطلب رقم تليفون. تمام? هنقلل رساله نصيه. هنبتدي دلوقتي نستنى الرمز. يجينا. و ندخله. تمام? في المتصفح. الرمز وصل حاليا. تمام? آآ ندوس التالي. بعد كده نجحت. هل ترغب تشغيل التحقق بخطوة تين? على طول انت اول ما تدوس هتدوس التفعيل. تفعيل التحقق بخطوة تين. اول خطوة تم آآ تشغيل الخطوتين تمام. آآ آآ لسا امت من كتابة رموز اضافة رسالة منطلبة. رسالة سابطية او نصية اول حاجة. رسالة سابطية او نصية. بتبتدي انت مسلا تضيف رموز احتياطية. ارقام انت حافزها وعايز تخليها. بعد كده رسالة من جوجل. بعد كده الهاتف الاحتياطي. بعد كده مفتاح عمال. يعني شايف شايف كم حاجة. بالنسبة للتحقق بخطوة تين. تمام? هنا طبعا آآ لو انت عايز تحدث معلوماتك الشخصية. تضيف معلوماتك الشخصية. تمام? هنا البيانات والتخصيص آآ آآ هتعرف بقى تخصيص العدالات النشاط التجاري. هنا دورة كل آآ آآ بتاعت جوجل تبتدي ادارها من هنا. تمام? جوجل درايف جوجل مابس آآ جيميل. السور كل آآ منتجات جوجل. تمام? آآ بكده نكون خلصنا الحلقة النهاردة. اتمنى ان الشرح يكون عجبكم. ياريت تدعمونا بلاقيكو سبسكريب وشير. ومتنسوش تشجعونا في الكومنتز. آآ انتظرونا الحلقة الجاية مع اقوى كورس لشرح اليوتيوب مع السلامة.